من الأعمال التي تنجي من النار الصدقة والإنفاق في سبيل الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم في العيد لما وعظ النساء قال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار فقلنا وبما يا رسول الله ليه لماذا قال تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشيرة يعني الزوج رواه الخالي وسلم فإذا الصدقة تنقذ الصدقة تنقذ وصدقة النساء طبعا النساء شوف سبحان الله الغالب إنه ما عنده يعني عندها إما يعطيها زوجها ويعطيها أبوها نا يعني قليل اللي عندها مال أقل منه غالبا تعتمد على من ينفق عليها لأن الله أمر بالنفق على النساء ومع ذلك تتصدق والحلي يعني عزيزة على المرأة الحلي عزيزة على المرأة فكون الصحابية تصدقنا اللي تطلع خاتمه واللي تطلع الأقراط واللي تطلع سبحان الله اتقوا النار ولو بشق تمر فإن لم تجد فبكلمة طيبة إذن الكلمة الطيبة سبب آخر لدخول الجنة والنجاة من النار الكلمة طيبة يا أخواني كلمة طيبة هذه مفعولها عظيم وقد قال عليه الصلاة والسلام وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال أنا أفديه منكم بالقليل والكثير ففدى نفسه منهم هذا مثل يعني كيف ضربه النبي عليه الصلاة والسلام اشلون الصدقات اتخلص الواحد اتخلص الواحد من الأعمال التي تنجي من النار بر الوالدين صلت الرحم قال عليه الصلاة والسلام لما جاء الرجل قال يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي توبة؟ قال هل لك من أم؟ هل لك من أم؟ قال لا قال هل لك من خالة؟ قال نعم قال فبرها رواه ترمذي معناها بر الأم وبر الخالة وبر الوالدين منجي منجي سبحان الله جاء رجل إلى عمر قال إني قتلت نفسه قال ويحك أخطأ أم عندا هل من والديك أحد حي؟ قال نعم قال أمك قال لا والله إنه لأبي قال انطلق فبر وأحسن إليه فلما انطلق قال عمر والذي نفس عمر بيده لو كانت أمه حية فبرها وأحسن إليها رجوت أن لا تطعمه النار أبدا بر الوالدين كفارة وأخيرا قضاء حوائج المسلمين وتفريج كرباتهم قال عليه الصلاة والسلام من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن سترى مسلم ستره الله يوم القيامة هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من كربات يوم القيامة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته